أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحبان الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لمقعتها كاذبة خافذة الوافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال مساء فكانت هباء بثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسامقون السامقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موزونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم ملدان مخلدون بأكوام وأبانيق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحرور معين كأنثال المؤلؤ المكنون جزاء مما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأفيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وطلح منزود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبتارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سمم وحميم وظل من يحلم لا مارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين وكانوا يسرون على الحنص العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعزاما أئنا لمبعوثون أبآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمالعون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرم الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تحدقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعمرون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرطون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء نجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون هاتم أنزلتم من المزن أم نحن منزلون لو نشاء جعلناه مجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم من شأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تغيرة ومتاعا للمقذين فسبح باسم ربك العزيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عزيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزل من رب العالمين أفب هذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنهم تكذبون فلولا إذا بلغت الحرقون وأنتم حينئذ تنسون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروحا وريحا وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الظالين فنزل من حميم وتصرية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم